سنعود للمقابلة أورلوندو بيرات قلنا بأن الإيجابيات التي كانت هي العودة في النتيجة في ملعب الخصم تتعطيك الثقة للعبين في المقابلة التي تأتي وخاصة المقابلة ذوتور كذلك العودة في النتيجة في مقابلة الخصم تزدع الشك في الخصم هذا الفريق أورلوندو بيرات من الملعب التي تشكك لهم وخاصة المقابلة وخاصة المقابلة وخاصة المقابلة وخاصة المقابلة السلام أخي عزيز بكري تحياتي لك وموت دهري وموت دهري تحياتي لك طيب قلنا بأن الثقة ترجع اللاعبين تولي قوة قاهرة يا خيوس لا 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 لما يكون هناك قوة قابلة كما يتأجيل القرارات في الدولة فهذا المقابلة هو على الحالة حينة قوة قاهرة اهمه حادث وليس قانوني ليس قارار قوة قاهرة ليس قارار ليس قارار وليس قانوني القوة القاهرة هي حادث الحادث يوقع الحادث دائما يكون من صنع البشر أو من صنع الطبيعة أو من صنع الطبيعة وغالما يكون من صنع الطبيعة لأنها تكون شيئا فوق القدرة وما تستطيع أن تجنبها لأنها فوق إرادة لك لأنك صناعتها هذا هو القوة القاهرة أما بالنسبة للحالة القرار للدولة باحترام احترازات وخرجات نصوص تنظيمية فما تنصوص تنظيمية لا نسميه هاش حنا قوة قاهرة الله يبرك لك أخويا عزيز وكري الله يحفظك الله يطول عمرك كذلك ثم نزيد الإيجابيات قلت بأنه كترزع الشك والقراط لأنه تعادتي مع رجعتي في النتيجة والدليل على أن ندخلهم الشك أنه زقنا كواري بزاف ذلك البيوت ومكننا أن نرجعه بانتصار إيجابية أخرى هي رجع الثقة كذلك للمدرب المدرب كان كل شيء يشك فيه وفي الإمكانيات وفي القدرة على إنجاح تغييرات وقلب مصار المقابلة فكل شيء يدخلوا الشك في المدرب وشهدوا يصلاح للرجاء فهذه أول مرة مجموعة هذه المنابر والصفحات تافقوا بأن التغييرات كانت في محلها وأنها أعطتهم بلوس وأنها خلت الفرقة ترجع في المقابلة وتتمكن وتشد الكرة سواء بالنسبة للعابة التي يخرجوا أو بالنسبة للعابة التي يدخلوا فالذي يخرجوا وكاين معروف يخرج العرجون يخرج الورضي يخرج بنحاليب يخرج نقومة هذا كلهم كان مستوى لهم ينزل في الوقت الذي يخرجوا والذي يدخلوا كلهم أعطوا بلوس لا بالنسبة للزريدة ولا الهبطية ولا نوح ولا حتى المكعازين يدخلوا حتى تلقيتهم قليلا ولكن كيف لم يكن لحدك تغيير سواء كيف يلعب دونهم لأنك تضيع به شوية الوقت وحاجة جديدة اللي بدوك يلاحظوها في الخدمة على الخبط الكوراوي والخبط الكوراوي قلناها حاجة مهمة في كورتها اليوم فبدأ يبدأ الفريق تثبيته يعني أنه لا أخويا شوفنا